تواصل الرياض حربها بلا هوادة على الاختلالات لتنظيم الاقتصاد ودعم تنويع مصادر الدخل وهو مع كسته حصيلة مكافحة الفساد التي أطلقها وليل العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة حققت عوائد مهمة للخزانة العامة حيث استردت الحكومة سعودية 247 مليار ريال أي ما يناهز 66 مليار دولار فضلا عن وصول بعشرات المليارات تشمل عقارات وأسهم كل ذلك في إطار جهد يرمي لمحاربة الاختلالات وتنظيم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل للحديث للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من رياض مساعد رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط سيد سعود الرئيس مرحبا بك سيد سعود إذن هي حملة إن صح التعبير أيضا مكاشفة من قبل ولي العهد في الخطاب الذي ألقاه قبل عدة أيام وتحديدا فيما يخص مكافحة الفساد في السعودية بنو لا أحد فوق القانون نعم تحية لك سيد حمد ولي مشاهدي سكاي نيوز طبعا جميعنا شاهد الكلمة وسمع الأرقام ورأاها بأم العين ما في شك أنه يعني لأنه نقول هذه الشفافية الحقيقة تكاد تكون غير مسبوقة قدمت الماضي شخصت الحقيقة الواقع أيضا وتحدثت عن المستقبل لا شك أنه الفساد يعني واضح من لهجة سموهي العهد أنه يأخذ الموضوع بجدية تامة وصرامة تامة أيضا وهو حذر أيضا في هذه الكلمة يعني من تسوي أنه نفسه القيام بذلك سيجد عقاب مؤلم وشديد يعني بلا شهر واضح الحقيقة توجه المملكة لا ننسى أن الحملة على الفساد الحقيقة قوبلت بحملة تشكيك من الخارج وبحملة طعن وأيضا قوبلت باستخفاف وبأنها حالة طالئة لكن اليوم سموهي العهد الحقيقة أثبت من خلال الأرقام وليس فقط من خلال الوعود التي أطلقها قبل ذلك أثبت من خلال الأرقام أن هذه الحملة مستمرة ولن تقف طالما أنها في مصلحة هذا الوطن وتحدث عن نحو 30 عاما نتحدث عن نسبة 25 إلى 15% كانت تذهب نتيجة الفساد المستشري بلا شك أن هذا انعكس كثير الحقيقة على المواقع انعكس كثير على الخدمات انعكس كثير على المشاريع الحكومية التي كانت تقدم وبالتالي هو بالتأكيد حرب مشروعة سيد سعود اسمحني ربما دعني أستغل وجودك معي وأنت رئيس تحرير ولك خبر طويلة في الإعلام التعاطي مع الإعلام سواء من قبل ولي العهد السعودي أو أيضا من قبل نزاه مكافحة الفساد لم يكن معتادا يعني ليس كما السابق بالأدلة وبالأرقام ومكاشفة وشفافية واضحة جدا لم نعتد عليها يعني دعنا نتحدث بصراحة بما أن الحديث هنا بالشفافية بالشفافية التي تحدث بها سمو ولي العهد نتحدث أيضا بالشفافية هذه في الحقيقة كانت إلى فترة قريبة لم يكن هناك يعني ذلك التجاوب الحقيقة الكبير مع الشكاوى التي تقدم مع القضايا التي يتم الإشارة لها لكن منذ العام 2017 حقيقة اختلف المشهد اليوم لا تستغرب يعني أن تأتيك لسالة على هاتفك النقال تدفعك إلى الإبلاغ عن أي حالة فساد أو شبهة فساد أنت رأيتها يعني اليوم هناك تحفيز الحقيقة للمواطن فيما سبق كان البعض يخشى من التقدم بشكوى أو لفت النظر لأن يتم أن ينعكس الأمر عليه لكن الحقيقة يعني دعنا نتكلم أيضا بصراحة أنه ولي العهد وعد بذلك وأنجز يعني اليوم ما نشاهده اليوم هو الأرقام التي كان يشكك بها من الخارج من خارج المملكة وحاولوا توظيفها بشكل أو بآخر لسابات شخصية وخلافه لكن اليوم أثبتت أنها حملة نجحت استطاعت أن تعيد أكثر من 247 مليار إلى خزينة الدولة هناك أنصول بالحيارات لازلت هذه الأرقام سيد سعود يعني قرابة 250 مليار ريال أيضا محاسبة شخصيات اعتبارية يعني وزراء نواب وزراء وأيضا مسؤولين رتب عسكرية عالية جدا وصلت إلى رتبة فريق بالتالي يعطي دلالة واضحة إلى أن هذه الحملة بدأت من الأعلى إلى الأسفل صحيح عادة يعني كانت في السابق يعني يتم الحديث عن أنه يتم التضحية بالبعض أو يتم البدء بالصغار لكن هذه الحملة الحقيقة التي كانت ملفتة الحقيقة للعالم ككل يعني انتخذت اليوم كمقولة حتى عندما يتم الحديث عن ولي العهد السعودي فعندما نتحدث عن مثل هذه الآلية التي تم العمل عليها بالتأكيد وضح تأثيرها اليوم هي بدأت من أعلى الهرم إلى الأسفل ولا زالت مستمرة يعني في السابق كان الشعار كائنا من كان اليوم من تسول له نفسه كبيرا أو صغيرا يعني هناك دعني نقول كلمات وجدت في تصريح تمولي عاد لكنها الحقيقة تتخذ كشعار دعني أختم معك سيد سعود يعني هذه الشفافية التي تتحدث عنها يمارسها ولي العهد السعودي تأثيرها وانعكاسها على التصنيف للمملكة العربية السعودية في مؤشرات الشفافية وأيضا عكاسها على الاستثمار أو جذب الاستثمارات الخارجية للبلاد وبدقيقة لو تكرمت نعم يعني لا شك أنه عندما نتحدث عن مثل هذه الآفة الحقيقة نتحدث عن كثير من المعوقات التي تعيق المملكة عن رؤيتها التي تسعى إليها دعني نتحدث عن الاستثمارات الخارجية دعني نتحدث عن التلاعب الذي يصير بالتأكيد سيكون لها أثر إيجابي كبير اليوم مثلما تحدثنا في السابق كان هناك تشكيك اليوم رقام تتحدث وبالتالي هي بيئة مشجعة خصبة في طريقها إلى تحقيق يعني مكاسب أكبر مما تم تحقيقه على الصعيد الوطني وليس على صعيد فرد أو مؤسسة أو شريط نعم نعم شكرا لك ضيفي من الرياضة لسادة سعودة رئيس مساعد رئيس تحقيق صحيفة الشرق الوسط كنت ضيفي معي لهذه الحلقة شكرا لك شكرا لك شكرا لك